طلابنا حبابي القلب السلام الله عليكم يعطيكم ألف عافية في كل أنحاء وجميع أنحاء المملكة معكم أستاذكم ومحبكم سامر ضرار مدرس مادة التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية على موقع وتد التعليمي إحنا اليوم يا جماعة في صدد أنه إحنا اليوم نطلع لكم بهذا الفيديو هو عبارة عن خطة تمام خطة للطالب اللي بدي يرفع معدله الطالب اللي بدي يعيد المادة الطالب اللي بيدور على الفول مارك بإذن الله تعالى هاي الخطة يا جماعة هي بنسميها خطة التكميلي الامتحان التكميلي تم تحديده تمام وكنا بننتظر هذا التحديد عشان نقدر نحط خطة تفيد الطالب على أرض الواقع تمام بالمدة المسموحة إلو من هون لتاريخ أول امتحان بإذن الله تعالى خطتنا يا جماعة هي خطة تكميلية بنسميها للفرعين الأدبي والعلمي لمادتين التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية الحلو بهاي الخطة يا جماعة هي مقسمة إلا خلنحتي ثلاث خطة داخل الخطة يعني أنت معك ثلاث خيارات اليوم تختار أي خطة ممكن تناسبك في الدراسة وتبدأ وتشرع فيها تمام الآن بدنا نبلش بسم الله الرحمن الرحيم خطة رقم واحد وبدأ أبلش أنا وياك بتاريخ واحد عشرة تمام تبدأ هذه الخطة بتاريخ واحد عشرة وتنتهي في تاريخ تلات عشر داشة بنحكي عن تقريبا تلاتة وأربعين يوم أربعة وأربعين يوم تمام إنت بتكون إيش لميت المادة كاملة حفظتها أنجزتها اختبرت فيها حفظتها يعني بديش أحكي بصمتها وفهمتها تماما تمام طيب الآن نجي نحكي عن التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية وتعتمد هذه الخطة على إنجاز درس يوميا الخطة هاي على إيش بتعتمد على إنه أنا أنجز درس يومي مع إيش في عندي استراحة إيش يومين كويس في عندي استراحة يومين بعد كل جزئية بنخلصها تمام تعالي نشوف خطة رقم واحد بتبلش حكينا بواحد عشرة تمام وهاي بتعتمد على نظام إنه أنا تمقسم المادة إلى ستة أجزاء تمام شو يعني ستة أجزاء أستاذ يعني عندي بواحد عشرة لخمسة عشرة هدول عبارة عن خمس أيام صح؟ صح تمام رح أدرس فيهم الجزء الأول وهذا الجزء الأول يتضمن الدروس من رقم واحد إلى رقم خمسة تمام بدي أدرس المادة النظرية أو المادة الشرح اللي هي مادة كاملة كدروس ماشي فهم وحفظ بالإضافة بدي أفهم الدلالات وأحفظ الدلالات تمام زي ما هي مقسمة عنا على بطاقة المكثة بالإضافة لإيش؟ عندي اختبار بهذا الجزء اللي أنا أنجزته تمام؟ نيجي على الجزء الثاني رح أختار هنا شو عندي أنا خمسة عشرة إم تبلش الجزء الثاني؟ تمام عشرة يعني في عندي يومين شو مالهم؟ استراحة أو ممكن أنت تدرس فيهم مادة ثانية تمام؟ طيب في ثمانية عشرة لثلاثة عشرة رح أدرس الجزء الثاني وهو يتضمن من درس ستة لدرس عشرة شو رح أعمل فيه؟ بنفس الطريقة هاي رح أدرس الدرس تمام؟ أدرس المادة النظرية ومادة الشرح والفهم بعدها أراجع حالي في الدلالات جميحة تأختبار الدلالات ثم إيش؟ بروح على اختبار الدوائر اللي هو شامل رح يكون شو؟ لا الجزء الثاني والجزء الثالث عندي ستة عشرة بيبلش برضو هون أنا استرحت كم برضو يومين؟ تمام؟ الآن في ستة عشرة لواحد وعشرين عشرة رح أنهي الجزء الثالث رح يكون من الدروس إحداش لخمسطعش ورح أتبع فيه نفس الطريقة شرح دلالات اختبار تمام؟ طيب نيجي لثلاثة وعشرين وهون أنا بكون أيضا ارتحت تمام يومين تمام؟ يعني الموضوع أنه أنا بدي أضغط حالي فيه أول خمس أيام في الأسبوع تمام؟ وبعدها أريح حالي جمعة وسبت زي زي ايش؟ الناس الطبيعية زي كأني في المدرسة زي كأني مداوم خمسة أيام على دراستي بعدين أنا بنقطع اليومين هذول اسمهم ايش؟ عطلة تمام؟ طيب من ثلاثة وعشرين عشرة لتمني وعشرين عشرة وعند الجزء الرابع رح يكون من درس 16 لدرس عشرين تمام؟ تمام طيب واحد وثلاثين عشرة لخمسة احداش رح يكون للجزء رقم خمسة وهو من درس واحد وعشرين لخمسة وعشرين شو بدي أعمل يا أستاذ؟ بدي الشرح زائد دلالات زائد اختبار تمام؟ طيب في تمانية احداش هونت عندي يومين استراحة في تمانية احداش لتلاثة احداش رح أكون أنا أنهيت الجزء السادس اللي هو من درس 26 لدرس 30 احنا بنحكي على الطلبة اللي هم يجي لألفين وثلاثة وما قبل ليش؟ لأنه أنت مطلوب منك ثلاثين درس ايش؟ في الامتحان التكميلي من مادة التربية الإسلامية تمام؟ هلأ هاي الأجزاء اللي احنا قسمناها أستاذ وبنفس التواريخ بقدر أعتمد عليها في شو؟ في مادة العلوم الإسلامية إذا أنا كنت طالب أدبي طيب السؤال اللي بيجي بقول لي هون أستاذ طيب إذا كان عندي المادتين شو بتكون خططي؟ بتكون خطتي درس تربية زي الدرس علوم يعني يا أستاذ الجزئية هاي رح أدرسها هي عبارة عن خمس أيام كل يوم درس تمام؟ فأنا اليوم إذا بدي أضيف مادة العلوم الإسلامية على نفس هاي الخطة رح يكون في عندي الجزء الخامس هو درس من 21 في هذا اليوم مثلا في 31 عشرة درس درس 21 تمام؟ رح يكون نفسه درس 21 وين؟ في العلوم الإسلامية تمام؟ فرح يكون في عندي درسين وأنا خلال فعليا لما بتنتهي معي هون للعلوم الإسلامية بـ 22-11 ليش؟ لأنه عدد دروس العلوم الإسلامية مش 30 زي التربية هي عبارة عن 37 درس تمام؟ فآخر جزء بعد 13-11 وأرتاح يومين ما رح يكون في عندي تربية وعلوم رح يكون بس عندي شو؟ علوم رح أدرس في 16-11 وأنهي في 22-11 هاي مدتها تم سبعة أيام اللي هو الجزء سبعة ورح أدرس في سبعة دروس وهذا الشي خاص فقط في العلوم الإسلامية تمام؟ هات أنا بصف عندي تربية رح أكون منه 13 في 22 رح أكون منه المادتين يعني تربية مع علوم بإذن الله تعالى تمام؟ طيب نيجي الآن للخطة رقم 2 وهي تبدأ بنفس التاريخ تمام؟ بإمكاني أطبق الخطة رقم 2 من واحد عشرة بتبلش إلى ثلاثين إيش عشرة طيب بدنا نعتبرها شو؟ تربية أنه أنا بقدر أدرس كل يوم درس بنفس الطريقة اللي حكيناها اللي هو بقرأ شرح الدرس أو بدرس الشرح والفهم زائد الدلالات تمام؟ زائد الاختبار الحلو في بطاقة المكثف أستاذي إنها هي مقسمة لك الأمور زي ما بدك تدرس أدرس إن شاء الله كل ثلاثة دروس إن شاء الله كل درسين كل درس شو معه؟ معه الشرح معه مكثف الدلالات معه اختبار خاص بهذا الدرس تمام؟ فعشان هيك أنت من خلال بطاقة المكثف اليوم شو تقدر تعمل؟ شو تقدر تعمل؟ بجدر أحفظ الشرح بجدر أراجع الدلالات وبختبر حالي في النهاية باختصار من واحد عشرة لثلاثين عشرة كم درس عندنا التربية الإسلامية؟ عندنا ثلاثين درس صح؟ إذا كل يوم درس أنا الثلاثين درس شو بتكون؟ أنهيت المادة طيّد إذا أستاذ علوم بدي أمشي فيها كل يوم درس ما في أي مشكلة يا أستاذ بنضيف درس على درس التربية الإسلامية وبصير في عندها درسين بيتبلش بواحد عشرة بس طبعا عشان عدد دروس العلوم الإسلامية سبعة وثلاثين درس لهم أكتر من إيش التربية بسبع دروس رح تظل ستة حداش ورح تكون شو أنهيت أيضا العلوم برضو بنظام كل يوم درس تمام؟ الآن هاي الخطة الطبيعية اللي الطالب بقدر يعتمد عليها بشو؟ بطريقة دراسته يعني أنا إشي منطقي إن أنا اليوم أخلص درس أقل ما فيها درس أدرسه وأحفظه والدرس نفسه أراجع فيه كل الآيات والنصوص والدلالات الشرعية اللي ممكن تجيني كأسئلة وبنفس الوقت أختبر حالي بشو؟ بامتحان الدوائر طيب طيب أستاذ شو الخطة رقم ثلاث؟ أنا بقول لك هاي الخطة أستاذ بنسميها اللي هي خطة مظلة إنقاذ للطالب شو يعني؟ طالب اللحق مين بيطبقها؟ طالب الملحوق؟ أو اللي عنده مواد كثير بده يعيدها شو بده يعمل؟ بدي أخصص هون تطبق هذه الخطة قبل الامتحان بشو؟ بأسبوع تمام؟ يعني أنت اللي نفرض وهاي الخطة لكل الطلاب مش بس للطالب الملحوق يعني الطالب اللي مش عالخطة إيه؟ والخطة بيه مثلا الخطة ألف أو واحد والخطة اثنين خلصهم طيب من هون ليوم الامتحان أو قبل الامتحان أستاذ شو بدي أعمل؟ بمشي على الخطة رقم ثلاث وبحدد إنه للتربية بدي ست أيام وبنهيهم وللعلوم عندي سبعة أيام ولازم أنهيهم تمام؟ طيب الآن في كل يوم من هاي الأيام أستاذ أنا لازم شو أخلص؟ جزء تعالي نشوف التربية الإسلامية تعتمد هاي الخطة على ختم كل يوم جزء مكون من خمسة دروس مع بعض هذا في نفس اليوم بدي أخلصهم فدروس التربية مثلا عندي الجزء الأول من درس واحد إلى خمسة بدي أدرس الخمسة دروس ها الخمس دروس شما أنا؟ ها بدي أدرس خمس دروس زائد دلالاتهم وبيدي إيش؟ أختبر حالي تمام؟ طيب الآن أنا في كل يوم جزء فعليا أنا خلال هاي يوم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة وستة يعني أنا خلال ست أيام بإذن الله بكون شو مالي؟ أمخلص شو بدي أعمل؟ بشرح المادة بدرسه الدلالات وباختبر على كل جزء إيش؟ اختباره الخاص تمام؟ وهذا الحكي موجود وين يا جماعة؟ برضو من خلال البطاقة طيب طيب أستاذ العلوم الإسلامية نفس الترتيب برضو هاي الخطة في العلوم الإسلامية تعتمد على ختم كل يوم جزء مكون من خمس دروس تمام؟ فأنا اليوم أستاذ عندي المادتين ها عندي المادتين مع بعض وبيدي أمشع هاي الخطة بآخر فترة قبل الامتحانات مشترط أنا أمشي بتاريخ كذا لتاريخ كذا بحدد للمادة أو لعني للمادة ست أيام لتربية سبع أيام يعني قديش المجموع؟ ثلاثة عشر يوم خلال ثلاثة عشر يوم لازم أكون أنا شو خاتم المادتين تمام؟ فمثلا في مدتها سبع أيام ليش؟ لأنه كل جزء إيش؟ عبارة عن خمس دروس فآخر جزء راح يكون فيه بس سبع دروس الجزء الأول شو بيقول لي من واحد لخمسة؟ الثاني من ستة لعشرة كل جزء من هاي الأجزاء اللي انت شايفها هي عبارة عن خمس دروس ما عدل جزء إيش؟ رقم سبعة فيه وسبعة دروس فأنا شو بسوي؟ كل يوم الشرح زائد الدلالات زائد الاختبار تمام؟ طيب أستاذ أنا خلصت شو لازم أعمل؟ تعال أبو الله يا أستاذ خلصت 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 والله ما لك مصعب؟ يا يوم ما جوي زيني مصعب طبعا يا جماعة مصعب جامل حفلة شكلهم آه والله صح ولا لا هاي مايك؟ طب الله معك مايك آه ولا معي مايك أنت معك مايك؟ آه قوتك وعزيمتك لتكون وتكوني في الصدارة مع مين؟ سامر ضرع مع سامر ضرع حبيب القلب سكرين شوت يا جماعة الخير سكرين شوت على السريع تمام؟ أنا أبدأ أظل حلو؟ أبدأ أظل متوازن وعلى الجروبات أبدأ أشوفها والله على راسي بس هاي خطة تكميلة أصلاً ستنزل إدفاع عند الدنيا كلها مليا يا يوم ما جوزني والله القالب حاير والله القالب حاير طيب عرفها شو عرفها شكراً شكراً؟ آه والله كان غنيتها معك والله والله شو؟ طيب ننشي دولهم نشيدة إيش شو بدك؟ شو بدك ننشي دولهم؟ ما أنا كمان مش كفض كثير أنا شيدين فترني 24 ساعة بس ما بس طيب قولي عادي بش مشكلة؟ آه الله 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 ما لنا مولا سوى الله كل ما ناديت يا رب قال يا أبدي أنا الله الله ليك حبيبي القلب حبيبي القلب أستاذ مصعب يعني مداخلي لطيفي أستاذ مصعب مدرس مادة الأحياء والعلوم الحياتية ولنا نفسي إيش يومي؟ شو مشكله؟ على هاي الخطة حبيبي القلب رجعنا لموضوعنا في النهاية زي ما دل لك أستاذ مصعب انت طالب تقدر تحقل هدفك بس انت لازم شو تعمل؟ ترتب أفكارك عارف شو بدك تختار عارف شو لازم تعمل في هاي الفترة المتبقية معك كطالب تكميلي بدك ترفع معدلك أو بدك تنجاح أو بدك أي طريقة بدك إياها اللي انت بدك إياها راح تحققه بإذن الله إذا انت استجمعت قواك كلها إن شاء الله راح تكون إيش في الصدارة حبيبي القلب طبعا زي ما انتم شايفين احنا كنا بنحكي هيك الفترة بسيطة اللي هي انه أنا يا أستاذ عندي المادتين شو راح أقدر أعمل؟ في النهاية قلتلك انت أستاذ تقدر تضغط حالك هاي الخطة الأخيرة اللي هي رقم ثلاث تقدر انت تضغط حالك فيها أستاذ حتى تحقق اللي بدك إياها تمام؟ لأنه في النهاية يا أستاذ إذا انت ما انضغطت انت لن تنجز يعني زي ما بحكوها يعني بلم شرمحي يعني ما في خليني احكي السماء لا تمطر ذهب ولا فضة السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يعني أنا ما بقعده باستنى شو بدي يصير معي انت طالد توجيه انت بإمكانك تحفر حفر أو تنقش ما تريد في هذه الدنيا بإذن الله تعالى حبابي القلب أسعد الله أوقاتكم محبكم وأخوكم سامر ضرار يعطيكم ألف عافية موسيقى 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 موسيقى